فقرت كلمة وردة نخلي لك صورتي أن اليوم أسماء كبيرة وإلهم يعني ارتباط بهذه المدينة مدينة الكوت الشاعر الكبير سمير صبيح والشاعر الكبير نظم الحاشي عندك وردة بداية أبديها بالأستاذ نظم الحاشي قامة كبيرة من الكوت نفتخر بي اسم ركيزة أساسية إلا بالدعوات خدمكم أستاذ نظم؟ بس قبل ما تكمل خدمة لا ما أخدم لأ واحد مزين؟ ما أخدم شعراء لأ؟ ما أخدم شعراء حتى ممكن أقل التقدير أن تكون جلسة هو يحضر بيها ممكن يعني حتى هاي ماكو عكس ما اللي سواها الأستاذ سمير صبيح بالفترة الأخيرة بدت بالمحافظات يتجول أنه يستمع للشعراء الشباب مزين هذا مو طعنن بي ولا تسقيط لا والله بالعكس طيب أستاذ سمير من استمع أستاذ سمير إجانا مرة جلسة طيب قرأوا الشباب تفاجأ بالكم الهائل من الصور الشعرية ومن الطرح مادة هائلة فقال بما أنه أكو طاقة عالية جدا بالكوت شعراء وطرح له أنا راح من يمي هاي أسوي لكم قروب بالواتساب تمام جيد تطرحون بي قصائدكم شعراء الكوت شعراء الكوت تحديدا واصط بصورة عامة نعم الكوت مركز من ضمنها قالوا من خلالها تطرحون قصائدكم وكل فترة راح نصدر اسم حتى بعد يشوف طريق الشعر وكل وافقت خطوة جدا رائعة كانت من جنابه بدأ القروب وانضافت يعني جاني أضافة على طريق الشعر صديقي مصطفى الياسري تحياتي إليه تمت إضافتك والقروب ماشي حالة يعني أول يوم الأمور طبيعية الكل تنشر وهو مبتهج شنو هالكمل هاي شنو هالإبداع الجمالية هاي إلى أن مرة من المرات قال وصلني إخوان شوية تحذروا من كتابة الموضوع خاصة في النصوص الحسينية انتقننا من الوجدان إلى حسيني فنزل مقطوعة صغيرة الملة باسم الكربلائي يقرأ قصيدة من النزلها استاذ سامير صبيح قال وصلني هذا مقطع عن طريق ولد ابن الناصر قال شنو رأيك بي استاذ سامير نزل قال انتو ش تقولون أنا طرحت رأييه أكو خطأ بالأحداث انتبهوا لوحدة الموضوع خاصة في القضية الحسينية انتبهوا عقائديا لا توقعون بالأخطاء هذا النص إلكم للكوت يعني؟ النص لا هو ما يعرفه من دازل أبو الناصرية فهو من نزل ما يعرفه فطرحه أنه قال لا توقعونوا بهاي الأخطاء شغلنا أن المقطع الفيديو طلع ما يا أبو فاضل طيحت إيدك مو وكتهي أنا متقد قال هناك خطأ موضوع أن السيدة زينب مو هي اللي إجت للحسين الحسين إجت للسيدة زينب وأعلمها بمصير أبو الفضل العباس على المشروع أنه بعد انتهى الدور بعد ما يرجع زيان؟ على هالأساس هذا كل شعراء طبعاً يجي لي أن القبلنا وإحنا واللي أضافوهم جدد الأجيال كلها موجودة بالجروب وهو يطرح يقرائيها والشباب يجابون ويسئلون أكو بيهم ما أكو خمس دقائق خمس دقائق نزل بصمة بالواتساب قال إخوان إتوا ليش تحرجوني ليش يساوون هيت وياي أنا أريد أخدمكم أنا مقاصد واحد شكوا أستاذ سمير قال اتصل عليها سخيري دخيل قال اتصل علي رفعة الصافي ليش أستاذ سمير صبيح؟ سمير صبيح جاي يستهدفني بالبرنامج ويشعراء الكووت آه أي قال والله العظيم وأنا قسمني بدم الحسين ما كنت تعرف أن هذه القصيدة هي رفعة الصافي أنا مجرد طرحت الموضوع زيان؟ هذه من جهة أنه أراد يخدمني والجهة الأخرى أنا هذه الوردة أهديها الأستاذ سمير صبيح مو طعناً بالأستاذ نظم الحاشي لكن أنا بداياتي تأثري هو بالأستاذ سمير صبيح في الوردة تكون إليه الزكاة على الجامة على الجامة على الجامة أوكي كلها لها لبك ترجمة نانسي قنقر